السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الصغار في درس جديد لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الابتدائي هل أنتم متحمسون؟ هيا لنتعلم في وحدة نتهيأ للمدرسة هل أنتم متحمسون للمدرسة؟ هيا معا نبدأ الدرس الأول وهو بعنوان اليوم الأول لنتعرف على أهداف اليوم الأول سنتعلم اليوم التعرف على علم البحرين تأدية السلام الوطني باحترام التدرب على طريقة التعريف بالذات بصورة صحيحة وأيضا تطبيق التعليمات والإرشادات للمحافظة على مرافق المدرسة امتلاك حصيلة مناسبة من المفردات المنطوقة والمفهومة من المدرسة هيا لنبدأ علم بلادي ما هو لون علم بلادي؟ هل تعرفون؟ أحسنتم يتكون من لونين الأبيض والأحمر لون علم بلادي أحمر وأبيض الجزء الأكبر يكون باللون الأحمر والجزء الأصغر يكون باللون الأبيض كم عدد الأسنان في علم بلادي؟ هيا لنعدها معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عدد الأسنان في علم بلادي خمسة أسنان هيا لنتعرف على علم بلادي عنقر هذا هو العلم هنا اللون الأبيض وهنا خمسة مثلثات وخمسة أسنان وهنا اللون الأحمر الآن الآن هيا نلاحظ الأعلام الآتية وأحدد أيهم علم مملكة البحرين أحسنتم هذا هو علم مملكة البحرين السلام الوطني أقفوا وأردد السلام الوطني باحترام واعتزاز هيا معاً نردد السلام الوطني مملكة البحرين مملكة البحرين نردد السلام نردد السلام نسلوها على المكانة والمطار مملكة البحرين أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم أنا اسمي رحاب عمري سبع سنوات أسكن في المحرق أنا في الصف الأول وأحب الرسم والتلوين وأنت ما اسمك؟ هيا نتعرف على مرافق المدرسة أول مرفق الصف هيا نردد الصف أحسنتم ما أهمية الصف؟ فيه أتعلم دروسي مع معلمي وأصدقائي الطلاب يجب أن أحافظ على نظافة الصف بأن لا أكتب على الجدران والطاولات المرفق التالي المرسم نردد المرسم المرسم ما أهمية المرسم؟ ما أهمية المرسم؟ فيه أتعلم الرسم والتلوين يجب أن أحافظ على نظافة المرسم بأن لا أرسم على الجدران والطاولات المرفق التالي مركز مصادر التعلم هيا نردد مركز مصادر التعلم مركز مصادر التعلم مركز مصادر التعلم ما أهمية مركز مصادر التعلم؟ فيه أقرأ القصص والكتب المتنوعة يجب أن أحافظ على مركز مصادر التعلم مركز مصادر التعلم بأن أعيد الكتاب الذي انتهيت من قراءته إلى رف الكتب المرفق التالي المقصف 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 نردد المقصف أحسنتم ما أهمية المقصف؟ منه أشتري طعامي يجب أن أحافظ على نظافة المقصف بأن لا أرمي بقايا الطعام على الأرض المرفق التالي مختبر الحاسوب نردد مختبر الحاسوب مختبر الحاسوب ما أهمية مختبر الحاسوب؟ فيه أتعلم طريقة استخدام جهاز الحاسوب يجب أن أحافظ على مختبر الحاسوب بأن لا أعبث بالأجهزة وأغلقها بعد الاستخدام المرفق التالي دورة المياه نردد دورة المياه دورة المياه ما أهمية دورة المياه؟ فيها أغسل يدي قبل الأكل وتوضأ للصلاة يجب أن أحافظ على نظافة دورة المياه بأن أغلق صنبور الماء بعد الاستخدام المرفق التالي مختبر العلوم نردد مختبر العلوم مختبر العلوم حسنتم ما أهمية مختبر العلوم؟ فيه أتعلم التجارب العلمية يجب أن أحافظ على مختبر العلوم بأن لا أعبث بالأجهزة واستأذن قبل الاستخدام المرفق التالي مكتب المدير نردد مكتب المدير مكتب المدير مكتب المدير ما أهمية مكتب المدير؟ يعلمني المدير قوانين المدرسة وإرشاداتها الآن حال وقت التدريبات هيا لنفكر معاً أين أذهب إذا أردت أن أتعلم دروسي مع معلمي وأصدقاء الطلاب؟ أين نذهب؟ أحسنتم إلى الصف وأين أذهب إذا أردت أن أتعلم الرسم والتلوين؟ رائع المرسم أين أذهب إذا أردت أن أقرأ القصص والكتب المتنوعة؟ أين؟ أين؟ لا أسمح ممتاز مركز مصادر التعلم أين أذهب إذا أردت أن أشتري طعامي؟ أين؟ رائع المقصف المقصف وأين أذهب إذا أردت أن أتعلم طريقة استخدام جهاز الحاسوب؟ جهاز الحاسوب أين؟ مختبر الحاسوب رائع وأين أذهب إذا أردت أن أغسل يدي قبل الأكل وأتوضع للصلاة؟ بارك الله فيكم إلى دورة المياه وأين أذهب إذا أردت أن أتعلم التجارب العلمية؟ ممتاز مختبر العلوم وإذا أردت أن أتعلم قوانين المدرسة وإرشاداتها إلى أين أذهب؟ رائع مكتب المدير الآن لنتعرف على قاموسي المصور هيا نردد معاً علم بلادي علم بلادي أحسنتم مدرستي مدرستي مرافق مدرستي مرافق مدرستي ممتاز أنتم رائعون وبهذا يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم أراكم في دروس أخرى مع السلامة